وتابعيني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة سنو من لمسات زيادية مع فيديو جديد بعدنا عمالي منشرح ومنكمل شرح استخدام تطبيق ريبر للمكفوفين وهالمرة لحشرح لكم خاصية اسمها Pitch Cursor شو هي Pitch Cursor ومين بيستعملها وكيف بيستعملها كله لح تعرفوه بإذن الله بعد الفاصل طيب مرة تانية مشاهدين هالأعزاء واللي عم بيشوفونا أول مرة هون بطلب منكم فضلا وليس أمرا إنكم تشاركوا هالفيديو إذا حبيتوه على أوسع نطاق ممكن وتضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا معنا وتفعيل الجرس الكل علشان نقدر بعون الله سبحانه وتعالى ثم بعونكم إنه نقدر نفيد أكبر عدد من الناس بهالفيديو هيدا شو هو Pitch Cursor بكل مختصر Pitch Cursor هي أداة من ريبر بتخلينا إنه نسجل موسيقى ممكن جملة عن طريق هالأداة هيدا وإذا ما عمنا كيبود خارجي أنا موزع ومرات كتير بكون مثلا بالقطار برحلة طويلة أو بالطيارة مسافر من بلد لبلد أو بسيارة حتى برحلة طويلة أو بفندق أو شي فمش حيكون سهل إنه بأخب معي كيبود خارجي فهيدي هالأداة بتساعدني خصوصي إذا كان بدي يسجل مقاطع بدي يكون فيها كتير ضقيق بتعتمد على النوعية كتير من الدقة أوكي فألا أنا فسرت شو هو تقريباً البيتش كرس أو كيف منستخدمها يلا حنشوف سوا نروح على ريبر أوكي أنا هلا هون بريبر عمدي حاطة التراك أورادي لأشرح لكم على السريع كيف منحط ميدي تراك أولت آي فيه ومنكتب اسم المكتبة شفت تاب وبالسهومي منختار المكتب اللي بدنا إياها ومنضغط أمتر وخلاص أوكي هلا الخطوة التانية بالنسبة للبيتش كرسر بدنا نعرف قديش طول الجملة اللي بدنا نسجلها أوكي أنا مثلا بعرف بدي جملة مقالف من 8 موزير فبروح على أول مشروع بكبس left bracket set selection start بروح على bar 9 and selection اللي هي right bracket هلا alt i media file insert m عشان أعمل midi item new midi item new midi item shift plus insert n بالسهم تحتيني وأنتر unsaved project reper V7.25 registered to SH52N commercial license pain one arm surjects T1 item أوكي هلا صارت عمدي ال item مثل ما سمعته روح بعدها على المي عالم عن طريق ال E بكبس letter E واللي midi editor midi take zero one sur jxt midi dialog midi take midi take يعني أوكي وحون كمان في شغلة كتير مهمة بالنسبة للبيتش كيرسر انو كل نوتا وقلها طولها بدنا نحددها ونتعامل معها عن طريق ال grid وال grid اللي هو صف الأرقام اللي فوق مش اللي بالحاسبة اللي فوق واحد اتنين ثلاثة اربعة هذا مسؤول عن المسافات وهلا حنشوف أنا لح اشتغل اليوم على أغنية طالعة من بيت أبوها وراحة لبيت الجيران اللي كلنا بنعرفها و ه ه هشتغل عليها من مقام عجم الفا F major هلا طول أول نوتة ف ضربتين هشو معناتها بروح على ال grid وبقول له half note number two grid half اوكي هلا بالalt وبالسهم طلوع وسهم نزول بفتش على النوتة alt سهم طلوع E4 E4 Pitch cursor تعمل مع نظام الأمريكاني بالنوتة ABC alt up أروا الفا ها 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 الفا بسبتها B shift و E يلا نرجع فا فا الفا التاني اضمص الفا الأولينية فشو معناتها فننروح على ال grid ونقبس على رقم أربعة بصف الأرقام grid quarter ونرجع لأنه نحنا موقفين على الفا فما نحتاج أنه نروح بالalt وبالسهم لا منسبتها دغري بس غيرنا الطول فا فا هلا لا سول أوكي هولي نفس الطول كمان ضربة ضربة alt سهم up لا هادي اللا صار سمعناها منسبتها shift i ونرجع alt سهم تحت d شرب d four أوكي سول نسبتها shift i آه فا فا د f sharp f four كمان نفس المسافة فا فا بنرجع alt وسهم نزول c four do أوكي هادي سبتناها بالd أصدب shift i أنا هلأ شرحت الفكرة و رح أعمل إيقاف مؤقت للفيديو عشان كفة البقية منشان الوقت وبرجع لكم مع النتيجة النهائية إن شاء الله أنا رجعت لكم هلأ ولحسن معكم النتيجة النهائية أنا هون هلأ بالريبر منسمع موسيقى موسيقى وهيك بهالطريقة هادي بكون أنا شرحت شو هي ال pitch cursor وكيف نستخدمها إذا في عم تكون أي تعليق ياريت تحطوا صندوق التعليقات ولححط بصندوق الوصف رابط مجموعتنا أو مجتمعنا على الواتس أب في جروبات تانية بقلب هال الكميونيتي هادي في عنا جروب مجموعة لللوجيك والبروتولز وللهمدس الصوتية أو مجموعة خاصة بالريبر ومجموعة بتانية أرب بلايند ميوزيشنز وحاترك كمان رابط قناتنا على التليجرام وفيها دائما بنرفع ودائما بنحدث وبتلاقوا فيها كل ما تطلبوه من مواد لحب تالي تقدروا تستفيدوا منها عشان تقدروا تستخدموا تطبيق ريبر بكل احترافية مين قال مهندس الصوت لازم يكون عنده أذن موسيقية والقدرة على التعامل مع أكثر من تطبيق للهندس الصوتية أنا آلي بشوفكم بفيدو جديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر